منذ أكثر من عشرين عاماً وإنجاز طريق أم العمد فينان الشوبك لم يكتمل خاصة مع تعثل العمل فيه مراراً وتكراراً كما يقول المواطنون هناك وسكان الشوبك الذين عبروا عن استغرابهم لعدم اكتمال المشروع حتى الآن أوضحوا أن الطريقة في حال إنجازها ستختصر المسافة من اللواء إلى الأغوار الجنوبية من 150 كيلومتر إلى نحو 14 كيلومتراً من جهتها مدرية أشغال معان أوضحت أن العطاء لاستكمال الطريق وحيل في عام 2019 على أن يستكمل خلال عاماً غير أن خلافاً وقع بين الوزارة والمقاول أدى إلى تعثر التنفيذ نحب نوصل رسالتنا للمسؤولين إلى وزير الأشغال العامة أنه أطول طريق في المملكة الأردنية لهاشمية يقوم عمرها 30 سنة بطول 14 كيلو معبر للشوبك هو معبر سياحي معبر يربط للواء الشوبك في منطقة الأغوار ولغاية الآن 30 سنة لم ينجز يعني فهل ترى وين المشكلة يعني فين إحنا بنطالب كمواطنين من لواء الشوبك أنه السرعة يعني الطريق فيها تقريباً 3 كيلو يعني بصراحة مش عارف كيف يقولنا 20 سنة بيشتغلوا فيها 6 شهور شهرين وبتوقع إلى 20 سنة هاي الطريق وهي بعدها مش خالص يعني فوالله بصراحة البكمات تبعاتنا أنه تكسر أنه واحنا أغلبية يعني فيه هاي الطريقة بتخدم الشوبك لأن هاي الطريقة يعني هي الأقرب منطقة لوادي عربة للقريق للفينان ترجمة نانسي قنقر